بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ونحييكم في هذا اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا مشاهدين الكرام في هذا اللقاء نتحدث عن أثر الإيمان في حياة الناس كيف نكون من المؤمنين الذين يعني يؤمنون بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هده وفي أخلاقه وفي صفاته وكمالاته صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اعمل المؤمنين ذكر الله سبحانه وتعالى لهم جملة من الصفات ولعل أبرز هذه الصفات ما ذكرها الله عز وجل في صدر سورة المؤمنون هذه السورة الكريمة التي اختصها الله سبحانه وتعالى وسميت باسم هذه الفئة من الناس الذين يؤمنون على الله ويتوكلون على الله حق التوكل ويؤمنون بالله حق الإيمان اللهم اجعلنا منهم لا شك أن مقام الإيمان مشاهدين الكرام هو مقام الصلاح يصلح المجتمع ويصلح الناس بهذه القيمة الكريمة قيمة الإيمان ولا شك أن الإيمان يتوج بالعمل الصالح والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل كما عرفه بعض الصحابة الكرام ومنهم الإمام علي بن أبي طالب حينما تحدث عن الإيمان وتحدث عن تقوى القلوب لا شك أن مقام الإيمان مقام عظيم يجب علينا أن نتخلى الله عليه وسلم فما من آية في كتاب الله إلا وذكر الإيمان ويعقبها العمل الصالح نتعرف على هذا المفهوم ونتعرف على هذا المقام العظيم من مقامات الإيمان وكيف أن الإيمان له أثر كبير في حياة الإنسان في صلاحه وصلاح المجتمع من حوله ندعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال نتعرف على هذا الموضوع الهام والشيق في هذا اللقاء بصحبة ضيفة الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف أرحب بك أستاذ الدكتور أرحب الله بكم أهلا وسهلا يا مرحبا دكتور أستاذ الدكتور يعني الحديث عن الإيمان حديث كبير وعظيم ولعل أهم ما بعث من أجله الأنبياء جميعا هو الإيمان قضية الإيمان نعم والتوحيد أن يكون الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى موحدا لله سبحانه وتعالى فما من نبي بعث إلا لأجل هذه القضية نعم أن مؤمن يسطح الكون من حوله بإيمان هذا الإنسان لو تحدثنا بداية عن المفهوم العام والشامل للإيمان ما هو الإيمان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا الله الحمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى نبينا محمد سيدي ولدي آدم ولا فخر الله صل وسلم وازد وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام حينما نتحدث عن مفهوم الإيمان أولا الإيمان معروف معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره هذا هو معنى الإيمان والمعنى هنا له صلة بتطبيق أركان الإيمان لأن الإيمان له أركان كما أن الإسلام له أركان أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل وأركان الإيمان ستة إذن أركان الإيمان ستة بينما أركان الإسلام خمسة الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر هنا نقف أمام الإيمان الإيمان مرتبط بالإسلام نعم وأيضا الإيمان مرتبط بالإحسان نعم القرآن الكريم يقول قالت العراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا إسلامنا نعم الإسلام في حد ذاته حينما يكون ظالم وقلب صاحبه ليس مؤمنا بله تعالى فهذا يسمى نفاقا صحيح ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان موقر في القلب وصدقه العمل نعم ولكن الإيمان موقر في القلب وصدقه العمل إذن الإيمان قول وعمل صحيح وأيضا يزيد وينقص نعم في قلب المؤمن ومع هذا الإيمان له صلة وثيقة بالعمل الصالح بمعنى أن الإيمان وحده بدون عمل لا يكفي صحيح كما أن العمل الصالح بدون إيمان لا ينفع صاحبه لا ينفع نعم أحسنت إذن نحن الآن أمام هذه الجملة دكتب أشرف نعم الإيمان وحده بدون عمل لا يكفي لا يكفي نعم لا يكفي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوا ما نوا مثلا لو أنني قلت لك أنا لي رغبة أن أأكل الآن أشرب الآن أو أن أنام لكن أنا لم أأكل ولم أشرب ولم أنم وقلت يكفيني النية نعم يكفيني هل هذا يستقيم هل لو كنا أننا أكل بالنيات ولم نأكل هل هذا ينفعنا لا يستقيم لو كنا إن النوم بالنيات ولم ننم هل ينفعنا هل ستستريح لا يمكن نعم فإذن الإيمان وحده بدون عمل صالح لا يكفي كما أن العمل صالح حتى وإن كان صالحا بدون إيمان لا قيمة له ولذلك اقرأ قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعناه هباء منثورا اقرأ قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم إذن لهم أعمال وربما يبدو في صالحها وفي ظاهرها أنها طيبة وأنها محمودة لكن أكمل الآية والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف اقرأ قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضمان ماء يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب القرآن الكريم حينما تحدث عن الإيمان قام بعملية ربط مهمة جدا بين الهداية وبين الإيمان ولذلك العلماء كانوا يقولون أيهما أقرب هل الهداية هي التي توصلك إلى الإيمان أم أن الإيمان هو الذي يوصلك إلى الهداية نعم القرآن الكريم في سورة يونس يقول الله تعالى في هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم نعم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام إذن الإيمان أولا قبل الهداية بالضبط نعم والإيمان هو الذي يقودك إلى الهداية نعم ولولا الإيمان ما وصلنا إلى الهداية ولذلك اقرأ قوله تعالى في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم نعم ومعنى ذلك أنهم لا يصلوا أبدا إلى التقوى إلا من خلال الهداية نعم ولا يكونوا أبدا مفلحين إلا من خلال الهداية نعم ولذلك يقول الله يهديهم ربهم بإيمانهم يقول علماء اللغة في هذه الآية الباء هنا هي باء السببية نعم يعني يهديهم ربهم بسبب إيمانهم نعم كما ذكرت وكما اتفقت معي الإيمان هو الأصل صحيح يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب إيمانهم ولولا إيمانهم ما عرفوا لله تعالى طريقا صحيح ولولا الإيمان ما وصلوا إلى شيء نعم ولذلك آية عجيبة جدا دكتور أشرف عبد الحليم حقيقة وقفت أمامها منذ يومين متعجبا ومتأملا نعم يقول الله تعالى في سورة محمد صلى الله واسمها سورة الكتال نعم وفيه ربط عجيب جدا بين سورة الفتح سبحان الله يعني الفتح يأتي بعد القتال صحيح لذلك ذكر الله تعالى سورة محمد ثم ذكر من بعدها سورة الفتح نعم يقول الله تعالى في الآية الثانية فيها إيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم م شاء الله إذن الإيمان والعمل الصالح نعم يؤدي إلى تكفير السيئات نعم وإلى صلاح البالي صلاح البالي وصلاح البالي يا دكتور أشرف نعم لا يشترى بكنوز الدنيا كلها هو سعادة الدنيا هو السعادة من عمل صالحا من ذاكر أو أنثى وهو مؤمن نعم أذف الآخرة ولذلك ومن يعمل من الظهار نعم نعود إلى الآية التي وقفت أمامها في سورة الفتح يقول الله تعالى ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم هو مش الأول فيه حساب كده وفيه عتاب وبعد كده وتكفير يكون قبل الدخول للجنة تكفير السيئات والمغفرة وبعدا ندخلهم للجنة نعم لأي القرآن ألغر كيه ده الترتيب شوف الحلوة بتاع ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ليدخيل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيم قال لك إيه لك ربنا سبحانه وتعالى جل جلالهم سبحانه وتعالى أنعم عليهم أولا بدخول الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب نعم فضلا ورحمة منهم ثم لم يفتح معهم باب الذنوب والخطايا ما أزنبوا حتى لا يعكر صفو معيشتهم وهم في جنات النعيم الحالى الله وحتى لا يستحي من الله تعالى لذلك أغلق الله تعالى أمامهم هذا الباب نعم فكفر السيئات فيما بينه مع نفسه جل جلاله سبحانه وتعالى رحمة بهؤلاء الذين رحمهم الله فأورثهم جنات النعيم ولذلك الكرآن هنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نعم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم نشاء الله ولذلك صلاح البال هو السعادة هو السعادة ثمرة هدية منحة ربانية من الله نعم يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزق بها عباده المؤمنين الصالحين اللهم جعلنا منهم يا رب اللهم أمين أحسنت فضيلة الدكتور على هذه المقدمة الرائعة حول الإيمان ومفهومه حديث الكرآن عن الإيمان حضرتك تحدثنا عن الإيمان بأنه يزيد وينقص نعم يعني هل المؤمن يمكن أن يرتكب ذنب من الزنوب هل المؤمن أن يكون عاصيا بعض الشيء ثم يتوب ويرجع مؤمنا مرة أخرى هناك البعض يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني أو يظن أنه لا فائدة من إيمانه لا فائدة من تقوى لا فائدة من عبادته لأنه يزنب ويصر على الزنب معين أو يرجع إلى الزنب مرة أخرى كلما تاب حدثني كيف نثبت على الإيمان وما هو جزاء من يتوب إلى الله ويعود إليه مرة أخرى ومفهوم الإيمان يزيد وينقص هذا نعم نعم دكتور أشرف اتفق معي على ما يلي أولا الإيمان قول وعمل قول وعمل نعم قول وعمل لا ينفصلان لا ينفصلان لا ينفصلان نعم ولذلك قرن الله تعالى في كثير من آيات تصل إلى أكثر من مئة نعم بين الإيمان والعمل إن الذين آمنوا عمروا الصالحات نعم ثانيا الإيمان يزيد وينقص وهذا باتفاق أهل العلم قاطبة نعم قاطبة صحيح الإيمان يزيد وينقص يزيد بفعل طاعات نعم وينقص بالمعصي بالمعصي نعم وإلا تخيل لو أن الإيمان لم يزد ولم ينقص معنى ذلك أن المسرفين على أنفسهم المسرفين على أنفسهم نعم الذين عصوا ربهم سبحانه وتعالى وارتكبوا المعاصي والأثام والذنوب نعم يتساوون في درجة إيمانهم مع أنبياء الله ورسوله لا يمكن أبدا نعم ولذلك يقول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين نعم ما لكم كيف تحكمون هذا أولا الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعصي هذه مسألة معروفة لكن علينا أن نتفق إلى أن الإنسان خطاء نعم خير الخطائين التوابون نعم النساء حينما يخطئ في جناب الله العلي العظيم سبحانه وتعالى أو يوحي نفسه في أوحال الذنوب والخطايا توب إلى الله نعم لمن نقص في قلبك نعم ولكن لو أنك تبت إلى الله فإن الله تعالى يزيد إيمانك أكثر وأكثر علما النبي عليه السلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نعم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن نعم ساعد ارتكاب الجناية والمعصية لا الإيمان سربال يرتفع نعم ربنا بيرفع عنه يرتفع الإيمان نعم هو مسلم آه مسلم مسلم عاصي نعم تبقى الزاني مسلم آه مسلم عاصي نعم ليس كافرا صحيح طب أقول لي حتى القاتل نعم مسلم مسلم عاصي صحيح لكن أثناء قتله ليس مؤمنا نعم نعم وأثناء الزنة ليس مؤمنا وعند مخالفته لأمر الله ليس مؤمنا ربنا يبقي له الإسلام نعم فإذا تاب إلى الله تعالى وندم على ما فعل يعود إليه الإيمان مرة أخرى جميل وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أحسنت أستاذ دكتور ما شاء الله بارك الله بفيركم إذن مشاهدين الكرام الإنسان يزيد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعاصي والزنوب جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين يتبعون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي مشاهدين الكرام بهذا الفاصل القصير ثم نعود ونكمل الحوار فبقوا معنا مشاهدين الكرام أرحب بكم مجددا بعد هذا الفاصل وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف أرحب بك أستاذ دكتور أرحب الله بكم أهلا وسهلا دكتور أشرف دكتور لو تحدثنا عن الإيمان كما تحدث عنه القرآن حضرتك ذكرت أن هناك ما يربو عن مئة آية أو ما يقرب من مئة آية تحدثت عن ربط الإيمان بالعمل الصالح سورة المؤمنون هذه السورة الكريمة حتى لا نغادر هذه الحلقة ولا نتكلم عن صفات المؤمنين لأنها في غاية الأهمية لأنه يتكاسل ربما يتهاون في قضية الإيمان ولكن القرآن كان واضحا والله عز وجل كان واضحا في تحديد هذه الصفات والوعد من الله سبحانه وتعالى بأنه من ورسة جنة النعيم حدثنا عن هذه الصفات الهامة للمؤمنين في مطلع سورة المؤمنون وكيف يمكن أن نحقق هذا الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى بارك الله فيه ونكرمك دكتور أشرف الإيمان مرتبط بالفلاح نعم فكل مؤمن بالله حق الإيمان مفلح صحيح وبدون الإيمان خسارة خسارة كبيرة صحيح ولذلك اقرأ في هذا القسم الكرآني بسم الله الرحمن الرحيم والعصري إن الإنسان لفي قصر كل البشر في قصر نعم المستثنى منه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نعم لا محالة لكل من اتصف بهذه الصفات بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون نعم فلحهم محقق لا شك فيه ولا مرية فيه نعم أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم الصلاة ليست مجرد قيام وقعود وحركات وسكنات صحيح خشوع في الصلاة خشوع روح الصلاة ليس معناها أن نسمع نداء المؤذن آه نذهب إلى الصلاة عادة لا علينا أن نذهب إلى الصلاة عبادة عبادة تعبدا ورقا نعم نعم والخشوع هو روح الصلاة صحيح وبدون الخشوع الصلاة لا قيمة لها لا قيمة لها ولذلك قال الله تعالى في القرآن يقيمون الصلاة نعم وقال وآقاموا الصلاة صحيح وقال وآقيموا الصلاة وقال يا بني أقيموا الصلاة الصلاة صلة بين الانسان وبين الله عز وجل هذه الصلة ما اجملها وما احلاها حينما يكون المصلي خاشعا لله تعالى في صلاواته والذين هم عن اللغو معرضون يعني لا يطلقون السنتهم في الغيبة والنميمة الغيبة الناس بتقول الغيبة خطأ هي الغيبة في الغيبة والنميمة والقيل والقال والهمز واللمز والسخرية وهدك اعراض الناس والتفكه على الناس بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ده كل خطأ وانما علينا ان نعرض عن اللغوين وما اكثر ذلك هذه الايام بالضعب لا ينفصل عن اللغو يعني مأساة كبيرة لذلك يقولون ابتعد عن ويليني لتسلم ابتعد عن ويليني لتسلم ابتعد عن من خاض في اموال الناس حينما قال ويل للمطففين الذين اذا اقتلوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون وابتعد عن الويل الثاني لمن خاض في اعراض الناس ويل لكل همزة اللمزة اذا ويل لمن خاض في اموال الناس وويل لمن خاض في اعراض الناس تسلم ثم ذكر الله تعالى صفة ثالثة من صفات المؤمنين فقال والذين هم للزكاة فاعلون نعم ولعل هذه هي الكلمة الوحيدة في القرآن التي قال الله تعالى عنها للزكاة فاعلون نعم باقي الايات للزكاة لم يكن فاعلون فاعلون وانما قال ويؤتون الزكاة نعم ويؤتون نعم دكتور اشرف حضرتك عارف معي معنى الايتاء ايه الايتاء نعم الايتاء معنى ان اذهب انا بنفسي ايها الغني نعم او لكي يذهب بنفسه الى بيت الفقير ويعطيه بعزة وقرامة نعم حتى لا يشعر بالمذلة نعم وان ارجوه يا سيد الفقير تفضل نعم وتمنن علي نعم بقبول حق الله الذي هو لك في مالي نعم لانك ان اخذته بنفس راضيتي تحرتني رضي الله عني نعم اكيد هذا هو معنى الايتاء نعم ثم قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون نعم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملك الزوجة او الزوجتين او الثلاثة كما شاء وكما تزوج ولكن نقول برضو هنا في هذه المسألة هذا الطريق ليس مفتوحا امام كل الناس صحيح وانما المسألة دي فيها يعني ضوابط معينة لابد ان نفتوحها نعم ايضا او ما ملكت ايمانهم ملك اليمين مش معناها ان اسف نعم الشغلات على عيني وعلى راسي صحيح لا ابدا نعم ملك اليمين هذا اختفى لم يعد نوجود لوجود له لانني سمعت هناك من يتضرع ليقول لك اذا اللي شغل عندي كيف هذا نعم ليست ملك اليمين لا يمكن ابدا ليست من ملك اليمين انها حرة شريفة عفيفة نعم فوق رؤوسنا نعم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاليك هم العادون المخالفون المتجوزون حدود الله والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون نعم يحفظون العهد ويصنون الامانة يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون نعم نعم وانما يصلون ويقيمون الصلاة كما قال ربنا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حسنت فضلت الدكتور ما شاء الله الإيمان لا شك أن الإيمان مكرون ومتصل دائما بالعمل الصالح نعم ولذلك وجدنا اعظم حضارة عرفها التاريخ هي حضارة الاسلام نعم لانها اقيمت على الإيمان نعم وجدنا حضارة الاسلام التي انتشرت في اوروبا حاليا ويعني اصبحت من اعظم الحضارات في العالم حيث كان هناك علماء ربانيين نعم علماء يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نشروا الامن والامان والصلاح في ربوع الدنيا كلها حتى غير المسلمين نعم في نطاق الدولة الاسلامية عاشوا في امن وامان وسلام مع هؤلاء المؤمنون الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى حدثني عن علاقة الايمان باعمال الناس وبالتقدم الحضاري لهذه الامة نعم دكتور اشرف سجل معي هذه الجملة ارجوك المتقون صحيح حسنت هذا ما اردت ان اصل اليه نعم وتقوى الله تعالى وتقوى الله تعالى هي اساس الحضارة وضمان النعمة نعم انتهى الموضوع صحيح المتقون هم المتحدرون التقدم والتمدن والتحضر بين قوسين الاتكيت نعم صحيح الاتكيت نعم بمفهوم الحديث ثم الغربي نعم اذا اردت ان تفهمه وان تعلم معنى التمدن والتحضر والتقدم والرقي فتعالى معي الى حضارة الاسلام لان الاسلام في حد ذاته حضارة دين نعم الاسلام حضارة دين صحيح والاسلام لا يصدم مع الحضارات وانما يقومها ويهذبها صحيح ويصونها ويصدح ما وقع فيها من خلل واخطاء ثم يظهر حضارة نقية تنسجم مع الفترة نقيم الاخلاقية والروحية والحضارية وقيم الاسلام العليا لذلك نقول المتقون هم المتحدرون نعم وتقوى الله هي اساس الحضارة صحيح وضمان النعمة وبدون تقوى الله يعيش او يعيش الانسان تعيسا صحيح لا حود له ولا قوة حسنت فضيلة دكتور موضوع الايمان من الموضوعات الهامة والكبيرة فيعني عمود هذا الدين هو الايمان ولذلك الحديث عنه يطول لو اردنا ان نفرد له حلقات لن نستطيع ان ننتهي من الحديث عن الايمان ربما نرجع الحديث في حلقات قادمة ان شاء الله تعالى عن الايمان وعلاقته بالعمل لان البعض ربما يقصر في عمله بحجة او بحجة انه يصلي او يصوم او كذا او يذهب الى الصلاة وهو يأكل اموال الناس ظلما وكذا هذه قضايا من المخالفات الشرعية ان شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء فضلات الدكتور يعني ندعو الله عز وجل وتدعو فضيلتكم ليكون خير الختم لهذا اللقاء ان شاء الله اللهم امين اللهم امين اللهم اننا نسألك ايمانا صادقا امين يا رب ويقينا خالصا امين اللهم اننا نسألك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم امين يا رب ونستعيذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله واجله امين ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ازكي نفوسنا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اجعل ألسنتنا لك ذاكرة وقلوبنا لك خشعة وأعيننا من خشيتك باكية وجوارحنا لك ساكنة اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين ومن عبادك المرحومين ومن عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصادقين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم لا تقبض أرواحنا من أبداننا إلا وأن تراض عنها اللهم عند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورحمة وعند لقائك يا ربنا جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلم والسلام وأفض علينا في بلادنا في مصرنا الغالية الخير كله ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل صلاحنا صلاحا لأولادنا وبناتنا واجعل صلاح أولادنا وبناتنا في موازين حسناتنا اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اجمعنا في رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واجعل لقاءنا به عند حوضه المورود لنشرب من يديه شربة هنيئة مريئة لن نضمأ بعدها أبدا اللهم عملنا بفضلك لا بعدلك اللهم عملنا بإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم كفر عننا السيئات واضمن عننا التبعات وحط عنا الخطيئات وارفعنا أعلى الدرجات وصلي لهم وسلم على النبي الكريم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم نشكر مشاهدين الكرام في نهاية هذا اللقاء ضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتورة يصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف نشكرك على هذا اللقاء جزاكم الله وخيرا شكرا أن تشرف وارك الله فيكم نشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونترككم في معية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدين الكرام